قودة الشيخ علي حاتم إسليمان إلى بغداد هل تمت بصفقة سياسية مع أطراف معينة وبالتالي الشيخ علي حاتم إسليمان سيكون جوكر المرحلة السياسية في المرحلة المقبلة أم أن هناك أشياء أنت تود أن تطلعنا عليها الشيخ علي بسم الله الرحمن الرحيم سيد العزيز أول شيء أنا ما أسمح لنفسي أو لناسنا أو لمجموعتنا أن يكون ورقة سياسية في يد جهة ضد جهة أخرى اثنين أنا أعتقد كل الأحساب أو القوة السياسية اللي موجودة الآن هي جاوبة على هذا السؤال حضرتك تسأل تقول صفقة أنا أعتقد الكل نزل بيانات وكل وقف ضدنا والكل يعني من نتيجة جزاهم الله خير لبرة وساحتنا أننا لم نحن محسوبين على الطرف وأنا أعتقد حتى مع الأسف كثير من الشخصيات السياسية وبقسم منهم محسوبين من البرلمانيين ومن أصحاب الفراحيات ومقدمين برامج وقعوا في خطأ كبير عندما روجوا لكلام ما لكل صحة يعني عودتي بصراحة أقول لك يا أخ نجم تسع سنوات أحنا ننتظر أن يتم إنصافنا وهذه القضايا اللي ركبت على أكتافنا يعني ما معقول أنا عايش ببلد لا أعرف حقوقي وين لا أعني شي مسوي والله وقفت علي الحاتم والشعب كلها حتش على الحكومات بس ليقولك تحرير لن بالنتيجة لا أعتقد الملفات اللي ركبت علينا أحنا بالذات في 2013 و12 هي كانت أوراق ضغط علينا بس أن تنفذ بهذه الطريقة وتستغل فيما بعد لا هذا أمر ما نسمح ببعد كنا أمل أن القضاء العراقي يعني يفتح هذه الملفات ويعيد النظر بها وانطيك يعني مختصر على قضية واحدة من القضايا اللي هي أربكت كل أمورنا أي سعدون الدليمي عندما كان وزير الدفاع اشتكى بصفة الوظيفية عليه وعلى سيد 27 واحد بالدعوة شيوخ عشار وقوة سياسية وبقت هذه الاتهامات اللي هو مشتكي بصفة الوظيفية كوزير الدفاع بقت القضية ملقوحة عطلوا وثايقنا عطلوا أمورنا عفناها ما ندخل بها الأخ الوزير الدفاع الحالي الرجل تقدم لطلب أن تعالوا عمي أنتو احنا ذيناكم سويني شيء ايه تصريحاتي صرحنا على الحكومة وحشينا على الحكومة وتجاوزنا هسا وبعد نجاوز على أي حكومة يعني تفطهدنا أو تحاول تتهمشنا فالرجل دز وقال احنا متنازلين طيب هانا المصيبة وين المصيبة سموية من الحكومة المصيبة انما تروح الموثل قانوني الوزارة يروح يتنازل عن القضية طلب القاضي قال نروح جيب لكتاب جاب لكتاب من الوزير أنه احنا ما صابنا ضرر ونطلب التنازل انتبه سيد نجم على هذا الموضوع 26 واحد كلهم يتبرؤون إلا علي الحاتم امشالبين بي وأنا عارف شنو الموضوع ويندي وصلوا ويايا ثانيا نؤمن كنا وريد قضاء عادل هو هذا اللي ريد يا أخي أنا لو مجرم أنا جاء طب بغداد وطب الرمادي وربع يتلقوني هذا الكلام والتشويه ومع الأسف أقول لك ياها بعض أجنحة السياسيين السنة الطبلشية من أصحاب القنوات اللي عايشين على المعثرات زين ويحاولون الآن أن يعني يحشرون في زاوية أنه ظل دافع عن نفسك أنا ما أبرر أنا والله العظيم لو كنت أو مؤذيلي نملة والله لا أعترف بها وأنا قد كلمتي بس ما تجي تحاول تجي عن تحت رحمتك كسياسي هذا يرجع وهذا ما يرجع والأخ رايح القضاء يقولهم لا لا ترجعونهم هسه خلوهم بعد الانتخابات خلصت الانتخابات يا سيد نجم احنا قاعدين ببرده وقاعدين بغابة احنا كل ريدة أنه القضاء العراقي يبقى قضاء مستقل ما يتأثر بهذه الأمور